مبادرة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل للدفع بحوار وطني يسعى لإخراج البلاد من أزمتها لكن هذه المرة بمشاركة جهات عدة هي رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبادرة بدأت باجتماع تقسيم اللجان وفق المحاور وهي اقتصادية واجتماعية وسياسية جلسة اليوم ستخصص إلى تقسيم اللجان التي ستشتغل على محاور المبادرة وهذه المحاور تتلخص في ثلاثة المحور السياسي المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ستنطلق وستكون هناك رزنامة لأشغال هذه اللجان ستمتد على شهر من الزمن مبادرة الحوار الوطني تحمل في طياتها بحسب خبراء بوادر نجاح لكن نجاحها ليس مرهونا فقط بمخرجات لقاءاتها التي ستنتهي بعد أسابيع بل بموقف رئاسة الجمهورية منها أيضا تبدو النسبة ضئيلة نوعا ما وأقل من الخمسين في المئة باعتبار أن الطرف الآخر رئيس الجمهورية وحكومته إلى حد الآن يلازماني صمتا تاما تجاه هذه المبادرة وما دامت قد وضعت تحت سقف 25 جوليا وتحت سقف شرعية الرئيس وابتعدت عن الأعزاب وأرادت أن تحاور داخل العملية السياسية الموجودة حاليا فأعتقد أن نجاحها أو فشلها مربوط بمدى قبول رئيس الجمهورية للجلوس مع المتحاورين ويأتي انتلاق ورشات تحضير وثيقة الحوار الوطني بالتزامن مع الاستعداد للدور الثاني للانتخابات التشريعية المزمع عقدها الأحد المقبل تتزامن جهود التحضير لمبادرة اتحاد الشغل ومنظمات المجتمع المدني مع مصار سياسي وانتخابي تعيشه البلاد منذ الاستفتاء على الدستور مبادرة تشير بوادرها بأنها اقتصادية واجتماعية بالأساس مع مقترحات سياسية قد تشمل العلاقة مع الأحزاب وبعض بنود الدستور سيف الدين العامر سكاي نيوز عربية تونس